تذبذب أسعار النفط عالمياً وضع البلاد أمام احتمالية اتساع فجوة العجز المالي بالموازنة ما جعل الأنظار تتوجه نحو تعظيم الإيرادات من موارد أخرى منها الضرائب حيث يؤكد أعضاء باللجنة المالية أن هذا التوجه لن يؤثر على المواطن بل سيشمل أجهات المستفيدة مالياً من بعض الخدمات فرض الضرائب لا يعني أنه سيكون هناك تأثير مباشر على المواطن أو على المستهلك بل أن هناك جهات مستفيدة بشكل كبير من خدمات تقدمها الحكومة وتقدمها الدول العراقية لا يوجد مقابلها فات شيء خطة للضرائب والقمارق تتناسب مع حجم التعاملات التجارية الداخلية حتى يكون هناك سيطرة على حركة الدولار وعلى الاقتصاد الداخلي وبالتالي تكون قادرة على جاد حلول حقيقية في تعويض الإيرادة غير النفطية نواب حذروا من خطر اقتصادي قريب في استمرار الاعتماد على النفط كمورد رئيسي في ظل تراجع أسعاره عالمياً اليوم العراق مع شهد للأسف عند أحادي الأمر وبالتالي أعتقد أن الخطر موجود بالمستقبل القريب إذا استمر أو راح يستمر انقفاض سعر برميل النفط وكذلك عدم قدرة العراق حسب الاتفاقيات منظمة أوبك على فتح التصدير إلى عشرون عاماً والاقتصاد العراقي يتكئوا على عكاز النفط الممكن انكساره بأي لحظة حال انهيار أسعار النفط وهو ما يدفع جهات لفتح نوافذ من أجل تعظيم الإيرادات أبرزها اللجوء إلى الضرائب في ظل غياب الحلول الأخرى كالزراعة والصناعة المحلية من بغداد صالح طيب السومرية ترجمة نانسي قنقر